السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمل عزومة في الجنة إيه رأيكو؟ ربنا يا ربي اجمعنا في الجنة على مائدة الجنة بصحبة النبي المصطفى في الجنة اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت في المنام يعني دي رؤية منامية لكن كما قال ابن عباس رؤية الأنبياء وحية أي رؤية للأنبياء بتكون وحية النبي عليه السلام يقول إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا اضرب مثل للنبي عليه السلام يعني مثل له وأمته اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ملك اتخذ إيه؟ دار ثم بنى في تلك الضار بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسوني تخذ دار بنى جوه الضار بيت وبعدين عمل مائدة بقى من أجمل أصناف الأطعمة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه يعني لم يجب الرسول فتأويل الرؤية دي ايه؟ قال فالله هو الملك خذوا بالكم فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم من أجابك يعني من أجاب دعوتك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها الله شوف بقى رؤية الجميلة بقى فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنا شفت في المنام كإني جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلية فجبريل عليه السلام أو ميكائيل واحد منهم بيقول للتاني اضرب له مثلا اضرب للنبي مثلا فقال له اسمع سمعت أذنك وعك العقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى في الدار بيتا ثم أعد مائدة وعدا ما أعد مائدة بقى أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعامي تمام فمنهم من أجاب ومنهم من أبى في منهم اللي جه وأجابوا ودخلوا وأكل على المائدة الجميلة دي ومنهم من أبى فتأويل الرؤية بقى فالملك بيقول له إيه بيقول له فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت هو الجنة وأنت يا محمد رسول أنت الرسول اللي ربنا أرسله ليدعو الناس إلى تلك المأدوبة تمام وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم بصوا بقى الخطوات من أجابك يعني من أجاب النبي وأطاع النبي وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام الله أكبر النبي دعانا إلى الإسلام فدخلنا الإسلام إحنا الحمد لله وصل لنا الإسلام على الجاهز بس المطلوب مننا إيبا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مطلوب مننا فقط إيه الثبات ولذلك إحنا كل يوم 17 مرة على الأقل في الفرائد بنقول في كل رقعة في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا إيه ما إحنا مهتدين وهو بنصلي يعني ثبتنا على الصراط المستقيم يا سلام شوفت ديه فبيقول له وأنت يا محمد الرسول من أجابك دخل الإسلام الذي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل تحت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام يبقى من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام يقينا دخل الجنة لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب أما الآخرة اللي الجنة بقى لا يعطيها إلا لمن أحب ولا يدخل الجنة إلا الموحدون المؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى من أجابك دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها يعني هتستمتع بما في الجنة هي خطوات دخلت الإسلام عملت بالإسلام عشت من أجل الإسلام مش فقط بقى مسلم في البطاقة ولكن خارج البطاقة بقى اقشر بخمر وفواحش وعيازا بلا وقوع في الشركيات إلى غير ذلك وصد عن سبيل الله وحرب الأولياء الله إلى غير ذلك لا المقصود هنا عايش بالإسلام وعايش للإسلام ولذلك المؤمن لما يسأل في قبره بيتسئل أسئلة بصريتة جدا يا جماعة أسئلة ما هيش صعبة أسئلة لو سألناها لطفل صغير مش هقولك في قولة ابتدائي لا في كجوان من ربك ربي الله ما دينك ديني الإسلام من الرجل الذي بعث فيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليكم الأسئلة الثلاثة دولت في حد في الدنيا ممكن يقلط فيهم أبدا سواء كان متعلم أو حتى غير متعلم ما فيش حد ينسها أبدا لكن مع ذلك لو واحد معه عشرة دكتوراه ولكنه بعيد عن الله في القبر مش هيقدر يجاوب على الأسئلة ديت ولو واحد أمي لا يكتب ولا يقرأ لكنه عاش على الإيمان وعلى الإسلام لما يسأل في القبر عن الثلاثة أسئلة دولت هيجاوب ليه بقى؟ لأن الموضوع لا بمزاجي ولا بمزاجك ولا بقدرتي ولا قدرتك إنما الذي يثبت في هذا الموطن هو الله ما الدليل على ذلك؟ قول المولى عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فيه موطنين هنا بقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت خذوا بالكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إيه في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ إيه موضعين التثبيت دولت؟ موضع الأولاني تثبيت العبد والأمة على قول لا إله إلا الله عند الموت هو لسه الحد الآن ما زال حيا فأول ما ينتقل لا إله إلا الله عند الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة الله طب من اللي يقدر يقول الكلمة دية عند الموت؟ هو لسه ما زال حيا لكن هيقولها قبل ما يموت من اللي يقول الكلمة دية؟ الذي يثبته الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ولذلك كان شاب ما شاء الله من أهل الكرآن فلما دخلوا عليه وعلموا أنه في خلاص في السكرات دخلوا يلقنوه لا إله إلا الله فأول ما دخلوا عليه قال قولوا لا إله إلا الله ومات عند تلك الكلمة هو اللي بيقولهم كان هو اللي بلقنهم شاب برضو كان برضو كان برا بوالديه برضو عند الموت لما دخل عليه قال نفس الكلمة قولوا لا إله إلا الله يبقى التثبيت من الله سبحانه وتعالى في الموضعين الخطيرين دولت موضع الإنسان عند طلوع الروح تمام إنه هو يموت على لا إله إلا الله ولما نلقنه نلقنه بأسلوب هادي حتى لها تدجر ويقول كلمة عيازم بلاه فيموتوا عليها شو بديه يعني مثلا نقول إيه وإحنا عادين جنبه كده هو يعني في بداية السكرة نقول إيه ما أجمل أن يموت العبد على لا إله إلا الله ونقولها كده بصوت هادي كده وجميل فهم إزاي ما أجمل لا إله إلا الله ما أحلى قول لا إله إلا الله فإن قالها نسكت ما نعودش بقى نكررها عليها عشان ما يزهقش ويقول خلاص كفاية أو يزهق أو يقول كلمة لا خلاص طالما هو قالها نسكت بقى حتى تكون آخر كلمة يقولها لا إله إلا الله يا سلامي ما ده موضع الأول للتثبيت الموضع الثاني بقى في القبر حينما يدخل العبد القبر ويجلسه الملكان ويسألانه من ربك الذي يثبت في هذا الموضع المخيف الله والموضع الحقيقي بالنسبة للمؤمي الشي بقى مخيف لكن هو موضع مخيف يعني مهما كان برضو واحد في قبر وقل وحده ومعوش حده فجأة يلاقي ملكان أعدوه ويسألوه من ربك فيقول لهم ربي الله ما دينك دين الإسلام من الرجل الذي بعث فيكم يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نادي منادي من أسماء صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها ده عربون محبة كده لحد ما ينروح الجنة وتستمتع بقى وتعيش أحل حياة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال جل وعلا في الحديث الكدسي الذي رواه البخاري ومسلم أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دي أجمل عزومة في الجنة إن من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها وما أجمل أن نجتمع على مائدة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى وأن يجبعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته